السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد عليها أفضل الصلوات وأتمو التسليم في هذا الفيديو إن شاء الله سنشرح قاعدة الوحدة الثانية Use to and be used to نلاحظ هنا use to and be used to تقسم إلى قسمين قسم الأول سنشرح أنه هو be used to أي مرافق بي طبعا لما نحكي بي أي بي أو أحد أشكال البي بي أو أحد أشكال بي لماذا تستخدم We use be used to to describe things that are familiar or customary أي نستخدم be used to لوصف أشياء معتادين على القيام بها أو على عملها وهي أشياء مألوفة لدينا وهي أشياء مألوفة لدينا الآن ما الذي يتبع be used to ما الذي يتبع be used to أنا بقدر أميز used to and be used to من خلال الفعل الذي يتبحها أو الإسم الذي يتبحها نشوف الآن ما الذي يتبع be used to be used to تتبع بثلاثة أمور أولاً إما بضمير والضمير بطبيعة الحال يجب أن يعود لإسم اثنين يتبع بإسم مصدر مثل speaking اللي هو verb plus ing أو يتبع بإسم يبدأ بذا إذن بالمحصلة بيستو دائماً تتبع بإسم ولكن الإسم هو له عدة أشكال إما يكون ضمير أو إسم مصدر أو إسم يبدأ بذا الآن شوف بعض الأمثلة we have lived in the city a long time so we are used to the traffic لاحظ عندي هنا بي اللي أحد أشكاله ورد منها الار used to ثم ورد الإسم اللي هو the traffic مثال آخر I didn't like getting up early but I am لاحظ ورد أحد أشكال البي used to الآن ورد عندي الضمير إت حكينا إما إسم يبدأ بذا أو الضمير إت تبقى عندنا مثال على إسم المصدر وإسم المصدر زي ما ذكرنا هو فعل مضاف له ing نلاحظ هون she has lived in the UK for a year she is used to speaking لاحظ أحد أشكال البي used to ثم speaking طيب الآن ننتقل إلى used to ننتقل إلى used to الآن بعض الطلاب بتسأل طيب أستاذ كيف ممكن يجي السؤال عليها في داخل امتحان الوزراء قبل ما تسأل كيف ممكن يجي السؤال على أي قاعدة سواء هاي أو أخرى طب خذ القاعدة في البداية اتجرع لماذا تستخدم كيف يكون شكلها بعدين منحكي كيف ممكن يجي شكلها في داخل الامتحان وهي في الحقيقة لها عدة أشكاله كله راح نناقشه في هذا الفيديو الآن نشوف اللي هي used to لاحظ أن هون عندي used to لا يرافقها البي لا يرافقها البي we use used to to describe past habits أي لوصف أحداث أو عادات في الماضي or past states أو حالات في الماضي that have now changed أي أنها قد تغيرت الآن كنا معتادين على هذا أو فعل أو القيام بهذا الشيء في الماضي أما الآن فلم نعد نقوم به أي أنه قد تغير نلاحظ هون نستخدم used to لوصف أشياء أو عادات انتبه لهون كنا معتادين على عملها في الزمن الماضي لكن الآن انتبه هون قد تغيرت أي أننا لم نعد نقوم بعملها أو القيام بها وهنا يكون الفعل الذي يتبع used to هو مجرد infinitive هو مجرد infinitive طيب خلينا نميزهم الآن be used to تتبع باسم أما used to فتتبع بفعل ولكن بدك تنتبه أنه be used to تتبع باسم والاسم له ثلاث أشكال إما ضمير أو عبارة عن اسم يبدأ بذا أو عبارة عن اسم مصدر وهو verb ing نأخذ الآن بعض الأمثلة على used to بس قبل الأمثلة بدنا نحكي عن موضوع النفي والسؤال فيه الآن في حالة الآن الجملة تكون subject used to ثم infinitive أما إذا تطرقنا إلى النفي أما إذا تطرقنا للنفي فنقوم بنفيها باستخدام didn't ولكن لاحظ أن بعد didn't يجب أن يكون use to وليست used يجب أن يكون الفعل infinitive مجرد وهو use to ثم الفعل المطلوب وهو infinitive ثم الفعل المطلوب وهو infinitive الآن الـ be used to في حالة النفي أنا هنا تسبع باسم نقوم بنفيها عن طريق الـ be نفس يعني لو كان عندي is used to بدان فيها بحطها isn't used to أما إذا وجدت used to لوحدها خطأ النفي نظر فيه هنا يجب إضافة didn't use انتبه هون infinitive to ثم الفعل هنا يجب أن يكون مجرد ثم الفعل يجب أن يكون مجرد نأخذ الآن بعض الأمثية my mother used to buy انتبه used to لا يرافقها أحد أشكال بي وتبعت بمجرد وهو buy طيب الآن شو نوضح أستاذ إنه شو الإشي اللي إحنا كنا معتدين عليه والآن تغير لما نحكي إحنا بدنا نوضح ما الشيء الذي كنا معتدين عليه والآن تغير إذن يجب أن نتبع معنا الجملة الآن الطالب الضعيف أنا ما عندي معاني ممكن أنك تركز معانا بالأسئلة أكثر تشوف كيف ممكن أنك تحصل على الإجابة حتى لو كان مستواك نوعا ما متوسط أو ضعيف my mother used to buy my clothes but now I choose my own أم اعتادت على أن تشتري ملابسي but now أما الآن I choose my own أما الآن فقد أختارها بنفسي إذن العادة في الماضي أنني كنت معتاد على شراء الملابس عن طريق أمي أما الآن فهذه العادة قد تغيرت أو انتهت هذه العادة فأصبحت أنا الآن أختار ملابسي بنفسي طيب ننتقل لنقطة أخرى she used to be a teacher but now she's retired هي اعتادت بي طالة infinitive هون أن تكون معلمة إذن عادة في الماضي كانت هي معلمة طيب الآن تغيرت لم تعد معلمة لأنها she's retired قد تقاعدت مثال آخر I used to like cartoon films when I was younger these days I prefer action films انتبه هون used to ولا يوجد محا أحد أشكال البي بعدها يجب أن يتبع بإنفينيتف هي عندي الإنفينيتف like cartoon film when I was younger these days I prefer action films معنى الجملة اعتدت على أن أحب أفلام الكارتون أو أعجب بأفلام الكارتون عندما كنت صغيرا ولكن these days إذن العادي هاي كانت في الزمن الماضي طيب الآن كيف تغيرت؟ أن هذه الأيام أنا أفضل أفلام الإثارة أنا أفضل أفلام الأكشن أو أفلام الإثارة الآن النقطة الأخيرة اللي هي إذا وردت على شكل نفي I didn't use to play أو didn't use to play انتبه didn't use to الآن انتبه هون use إجت مجرد ممنوع وخاطئ في اللغة أن أحط didn't used خاطئ أن أحط didn't use دائما يجب didn't أن يتبحها infinitive هنا didn't use الآن to والفعل اللي بعدها أيضا يجب أن يكون فعل مجرد انتبه use to وهنا في عنا play use to هون بدي يكون عنا play طيب الآن محصلة الكلام خلينا نأخذ ملخص بسيط على كل المعلومات اللي احنا ذكرناها بما يخص be used to and used to في هذا الجدول اللي هو ملخص على القاعدة كامل وبعدين مباشرة رح ننتقل إلى كيفية ورود السؤال في داخل امتحان الوزارة بتنظيم الآن النقطة الأولى اللي حكينا عنها وهي be used to تتبع بverb ing ويدل على الاسم انتبه تتبع be used to بالاسم وكما تعلم الاسم له عدة أشكال فمن الممكن أن يكون رقم واحد ضمير زي ات ما أخدنا أو اسم يبدأ بذا أو يكون verb ing أي اسم مصدر نقوم بنفي الجملة اللي هي التي يتبحى الاسم عن طريق إضافة not للفعل المساعد يعني لو كان عندي s هنا رح أضفلها not فتصبح isn't used to ونستخدم be used to لماذا؟ للتحدث عن أحداث نحن معتادون على القيام بها إذن أنا بستخدم be used to لشيء أنا معتاد على القيام فيه طب ننتقل للقسم الآخر وهي used to ولكن انتبه لا يوجد أحد أشكال بمحة تتبع used to بفعل مجرد نقوم بالنفي باستخدام didn't وانتبه used to أنا use وليست used لا يوجد محة d إذن هي يجب أن تكون مجردة ثم infinitive وعند السؤال نستخدم المساعد did في البداية الآن لماذا تستخدم؟ نستخدم use to plus infinitive للتحدث عن عادات كنا معتادين على القيام بها أما الآن فقد تغيرت إذن هذا بستخدمها للشيء نحن معتادون على القيام به أما هنا كنا معتادون على القيام به أما الآن فقد تغيرت العادة هاي موجودة عندي هاي العادة كانت موجودة عندي أما الآن فقد تغيرت طيب الآن صار عنا زخم في هذه المعلومات الآن بدنا ننتقل إلى آلية ورود هذه القاعدة في داخل امتحان الوزارة وزي ما منعرف وكبقية القواعد أو كمجموعة من القواعد الأخرى لما نحكي إحنا هذه القاعدة قد ترد في امتحان الوزارة أي قد ترد بعدة أشكال وعدة أنماط رح ننتقل الآن للنمط الأول من هذه الأنماط النمط الأول وهو على شكل ضع دائرة وفي هذه الحالة يمكنك تحديد الإجابة من خلال النظر إلى ما بعد الفراغ من خلال النظر إلى ما بعد الفراغ إذن ما بعد الفراغ هو اللي رح يحدد لي شو طبيعة الإجابة قد أحتار إذا كانت الخيارات قوية قد أحتار إذا كانت الخيارات قوية وهذا كله إن شاء الله رح نمر عليه من خلال المثال طيب لو أجي أعمل ملخص للطريقة هاي إذا وجد عندي على سبيل المثال بعد الفراغ verb ing إذا الإجابة يجب أن تكون بي زائد يوزد زائد تو أما إذا وجد بعد الفراغ infinitive فالإجابة يجب أن تكون يوزد تو أو قد تكون منفية didn't يوز تو ثم الانفينيتف زي ما هو موضح أعيد كمان مرة نكرر هاي النقطة إذا وجد بعد الفراغ verb ing أو عبارة عن اسم يبدأ بذا أو عبارة عن ضمير مثل at نختار بي يوزد تو إذا وجد infinitive عندي خيارين إما يوز تو أو دي دينت يوز تو ودائما التفرقة ما بين الإثبات والنفي تمام تتم عن طريق المعنى التفرقة بين الإثبات والنفي تتم عن طريق المعنى الآن ننتقل للسؤال الأول على شكل ضع دائرة My cousin has lived in Lebanon for a year He says he الآن بتطلع هون بتوقف عندي living هو verb ing إذن يجب أن يكون أحد أشكال البي ثم used to نتطرق للخيرات is used to didn't used to are used to طيب أستاذ أنا قلت لك أنه لازم يكون معي بي زائد used زائد التو وهي عندي الverb ing طيب علي أساس بدي أحدد هون في عندي أحد أشكال بي والخيار هذا عندي أحد أشكال بي الآن كون وحير الآن إذن أنا بقدر أفك هذه الخيرات من خلال النظر لما قبل الفراغ الآن هل هو مفرد أو هو جمع الآن بتطلع قبل الفراغ إذن مفرد فالإجابة is used to مثال آخر الآن بتطلع بعد الفراغ مثلا في عندي go الآن مدام عندي go إذن هو infinitive إذن إجابة إما used to أو إذا نفي didn't use to الآن نشوف الخيرات are used to خيار خاطئ am used to خيار خاطئ فالإجابة هي used to طيب أستاذ إذا احترت ما بين didn't use to أو use to علي أساس أن أوضح إحنا هنا منوضح بناء على معنى الجملة ورح نبحث في هذا الكلام بدي أنا أخشك بس في هاي الجملة my family and I used to go camping once a month but we stopped مدام حكالي we stopped أي نحن توقفنا إذن العادي هذه قد تغيرت الآن فهذا هو سبب استخدام used to نجي لمثال آخر joining a can be very tiring at first if are not used to أو is not used to بطلع على الفعل إذا احترت بين الإفراد والجمع you تعامى الجمع فالإجابة aren't used to مثال آخر بعد الفراغ في عندي هنا infinitive وهو go إذن إما didn't used to أو used to الآن I am used to أو طبعا هون في عندي am بعدها بدي يكون ing فهو خيار خاطئ عندي used وعنده didn't used to هون أنا وقعت في الحيرة هون used to تتبع بإنفينيتب وهون didn't used to أيضا تتبع بإنفينيتب إذن وقعت بالحيرة ما بين أنا اللي هي هل هي مثبتة أو هي منفية ودائما عند التفرق ما بين النفي والإثبات يجب أن نتبع معنا الجملة نطلح when I was young I space go fishing with my dad every week now الآن I don't unfortunately أنا لا أقوم بذلك طيب أرجع الآن أكرر عندما كنت صغيرا هل كنت معتاد أو غير معتاد على الذهاب للصيد مع والدي أما الآن فأنا لا أفعل مدام بيحكي لأما الآن لا يفعل إذن في الماضي كان يفعل وكون احنا بنحكي كان يفعل هذا الشيء وكانت العادة موجودة فإذن هي مثبتة فالإجابة راح تكون عندي used to ننتقل الآن للمثال التالي عنا هنا understand but now I do طيب الآن لاحظ الخيرات عندي هنا infinitive إما didn't used to أو used to الآن used to خاطئة لأنه بدها verb ing ولا يوجد verb ing برضو كمان مرة احترت ما بين موضوع النفي وموضوع الإثبات احترت ما بين النفي والإثبات إذن أتبع معنى الجملة وموضوع معنى الجملة ممكن تخذ طريقة إذا كانت مثبتة هنا هنا منفي أكرر إذا كنت طالب إنت ضعيف جدا ما عندك القدرة على ترجمة المعنى إذا كان عندك في الشق الثاني هنا منفي الشق الأول بيكون مثبت إذا كان عندك في الشق الثاني مثبت الشق هذا بد يكون منفي ولكن هي طريقة دائما حاول عندي هنا didn't used to أو used to بطلع إنه I understand English but now I do أما الآن أفعل مدام أنا الآن أفهم اللغة الإنجليزية إذن في الماضي فعليا I didn't use to understand لم أكن معتاد على فهمها لأنه في الحقيقة لأنه بيقولك الآن أنا أسوعبها أو أنا أفهمها الآن في نهاية هذا المثال إحنا وصلنا لنهاية شرح النمط الأول من قاعدة use to الآن حكينا أنه ممكن أن يكون السؤال في داخل امتحان على عدة أنماط النمط الأول وهو على شكل ضع دائرة وممكن يكون correct the ver between the practice ولكن ضعيف نوعا ما النمط الثاني وهو الأقوى ورد في عدة امتحانات وزرية وهو على شكل أعد كتابة الجملة نمط أعد كتابة الجملة وهنا من الممكن أن نحدد نوع القاعدة من خلال وجود أحد الكلمات داخل الجملة وهي normal customary or familiar وفي هذه الحالة نطبق ما يعني وجود هذه الكلمات إذن هي دليل على حل على قاعدة used to plus verb ing طبعا لا تنسى أنه قبلها لازم يكون أحد أشكال البي وفقا للزمن كيف بدأ أطبق أستاذ طريقة الحل أولا نحذف أي شيء قد سبق الفاعل ولكن نحدد الزمن أي شيء بسبق الفاعل بدي أحذفه طب أستاذ كيف بدأ أحدد الفاعل أنا طالب ضعيف أو أنا مش عارف إيش أو عندي مشكلة كيف تحدد الفاعل أيضا مع بداية السؤال رح نحكي فيه اثنين نضع أحد أشكال بي لما نحكي أشكال بي is am r was where is am r إذا كان مضارع was where إذا كان ماضيا معظم جمل الكتاب أو كل جمل الكتاب للفعل الذي يتبع to طيب الآن إذا كانت الجملة منفية يجب نفي الفعل المساعد في الحال انتبه للمثال الأول الآن خلينا نطبق هاي النقاط على هذا المثال خلينا نطبق هاي النقاط على هذا المثال it is not normal من خلال وجود كلمة normal اعرفت إن أنا داشغل أقاعة الbe used to for American people to eat a steak for lunch and dinner every day it is too expensive الآن رح يبدأ لهو ب-American people حكينا مدام هو بدأ ب-American people هو أعطاني فعليا ال-subject حكينا النقطة الأولى نحذف أي شيء قد سبق الفاعل ولكن نحدد الزمن هاي الفاعل عندي هون أي شيء قبليها سيتم حذفه ولكن بحدد الزمن يعني باخذ منه زمن مضارع أو ماضي نضع أحد أشكال بي أشكال بي حكينا إما إز أو آم إذن يجب أن نستخدم are ولكن حكينا إذا كانت منفية الجملة يجب أن ننفي الحل إذن are هون رح يكون عندي not الآن نضيف الفيرب i-ing ولكن عفوا نضيف used to هاي هنا used to ثم نضيف ing للفعل الذي يتبع to إذن هنا eat تصبح eating eat تصبح eating نكرر الحل مرة أخرى نكرر الحل مرة أخرى الآن بحدد أول شيء الفعل موجود هون بحذف هذا الفعل وأي شيء سابق إله ولكن بأخذ الزمن هنا مضارع ما ندى نزل هون إما إز أو آم أو آر عندي هون جمع رح يأخذ آر حكينا إذا عندي نفي بدو ينزل النفي هون كذلك الأمر نضع قاعدتنا اللي هي used to وأول فعل بعد التو زي eat اللي هون عندي رح أضيف له ing ليصبح eating لاحظ عندنا الحل هون ثم تكملت هذه الجملة نطبق أيضا مجموعة أخرى من الأمثلة نطبق مجموعة أخرى من الأمثلة على قاعدة البيوستو في حال أعد الكتابة رح يبدأ لي هون بmy friend حددنا هون my friend أي شيء سابق قبلها يجب أن يتم حذفه بس أخرج الزمن is ما في محنفي خلاص رح أستخدم هون is لأنه عندي مفرد الآن قاعدتي اللي هي used to والفعل اللي بعد تو بدو أضيف له ing إذن send رح يصير عندي هون sending وبكمل emails أراحظ هون my friend is وهي used to و send أضفنا لها ing مثال آخر it is normal for my younger brother to use his الكترونيك ديكشونري بلاحظ هون my younger brother بحددها يتم حذفها أي شيء سابق أيضا يتم حذفه بأخذ بس إيش الزمن is معناته بنزل هون عندي إما is أو are كونه عندي هون my younger brother هو مضارع فيجب استخدام is و مفرد نستخدم is مع المفرد دائما الآن بكمل قاعدتي وهي use to الآن الفعل اللي بعد to يجب أن يكون verb ing وهو using بلاحظ هون my younger brother is used to وهون في عندي using آخر مثال معنا it is not normal for my grandfather to have nothing to do all day my grandfather بحدد الفاعل حذفته أي شيء قبل الفاعل يتم الحذف ولكن نستخرج الزمن is my grandfather هو مفرد فبستخدم هنا is طيب الآن بكمل قاعدتي وهي used أو عفوا هنا في عندي نفي يجب إضافة not بكمل قاعدتي used to الآن الآن الفاعل لبعد to يجب أن يضاف له ing إذن have رح يكون عندي having ثم تكملت هذه الجملة ثم تكملت الجملة my grandfather isn't هي is not used to have أضفنا لها ing فأصبحت having إذن الآن بنهاية هذه الجملة طبعا هي عبارة عن أسئلة وزارية التي تم حلها الآن على شكل أعد الكتابة أو أسئلة كتاب في نهاية هذه الجملة منكون وصلنا لنهاية شرح قاعدة used to and be used to وزي ما منحكي في كل الفيديوهات كثرة الحل هي السبيل الوحيد لتحقيق أعلى علامة ممكنة في داخل الدوسية رح تلاقي مجموعة من أسئلة الوزارة وأسئلة الكتاب وإجاباتها النموذجية وكل ما تمرنت وكل ما حليت أكثر كل ما أنت تجرعت هذه المادة وكل ما حصلت على علامة أعلى بإذن الله يعطيكم ألف عافية إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو إلى الفيديو القادم بإذن الله